موسيقى ازول ان المادن من المادين الساد نيويان ده يتم سير تيضنين ليقان ام صوال اسوير ام زوارو تسوقرت اصيطن غلاد ردنزار الساغ نيويكن لده نغلان غيم سوال ماسا توناروز واميم ماس زيري ماس زيري تومرت تومرت غيد غان يوريكن لردنزار غوم سوال ماد التنى منك توول افتاد ميز دارنا ديني ماد التنى كتول افتاد ايوزنك ارن التنى امرارن اكدود ايوز غيد ايقا غوباراز انتوجا نوضار السادس غوباراز انتوجا نوضار اباراز انتوجا نوضار اس نسماس تده توجا نواميم دي تومرت سوبراز انتوجا نوضار اس نسماس تده توجا نواميم تومرت سوبراز انتوجا نوضار زرات هان امدال ارقشمن سوسوس زرات هان امدال ارقشمن سوسوس انمهال اديقان امزوارو ارسدوس ترابوتنز انمهال اديقان امزوارو ارسدوس ترابوتنز ويسين انتا ايقا انضاف انتم السويت ويسين انتا ايقا انضاف انتم السويت ويسين انتا ايقا انضاف انتم السويت ترجمة نانسي قنقر 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 في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية قام شادي بنزهة في بستان قريب من البيت وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي يا شادي تعال إلي وساعدني اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفورا يرتجف من الخوف حمله بين يديه وقال ما بك أيها العصفور الصغير ماذا تريد مني لماذا لا تطير قال العصفور جناحي مجروح يا شادي لا أستطيع أن أطير بجناح واحد خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي أخذ شادي العصفور إلى البيت نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بضمار أبيض أحضر قفصا ووضع العصفور فيه وسماه كوكو بقي كوكو أسبوعا في القفص وشادي يعتني به يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب حتى شفي الجرح وصار يحرك جناحيه فقال لشادي لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء فتح شادي باب القفص وقال لصديقي العصفور اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك وادع كوكو شادي وقال له ما ألطفك يا صديقي ثم رفرف بجناحيه مسرورا وطار فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأشجار وترفرف في الفضاء إن خفد كوكو قليلا نحو الأرض فشاهد سلحفات مقلوبة على ظهرها اقترب منها فوجدها تحرك أرجلها في الفضاء وهي على وشك السقوط في الهاوية حاول قلبها على بطنها فلم يقدر ارتفع في الفضاء ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهبث معه إلى الأرض تعاون الجميع وقلب السلحفات فأخذت تمشي وقالت للعصافير شكرا يا أصدقائي لن أنسى هذه المساعدة التي قدمتمها لي أبدا ننتقل بك عزيزي جنيد إلى فقرة فهم الحكاية المطلوب منه هو الاستماع الإنصات بالسؤال جيدا ثم الإجابة عنه كيف كان الجو نعم عزيزي التلميذ عزيزي التلميذ أحسنت كان الجو معتدلا أين يوجد شادي ممتاز يوجد شادي في بستان قريب من البيت ماذا سمع شادي رائع سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي تعال إلي وساعدني ماذا شاهد شادي لما اقترب من مكان الصوت أحسنت شاهد عصفورا يرتجف من الخوف لماذا لا يطير العصفور جيد لأن جناحه مجروح ولا يستطيع أن يطير بجناح واحد ماذا فعل شادي بالعصفور فكر تذكر الحكاية نعم أحسنت حمله بين يديه وأخذه إلى البيت نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بضماض أبيض أين وضع شادي العصفور وكيف اعتنى به رائع وضع شادي العصفور في القفص أخذ يعتني به يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب عزي التلميذ عزي التلميذ تذكر الحكاية مرة أخرى ما الاسم الذي أطلقه شادي العصفور تذكر جيدا أحسنت سماه كوكو عندما شفي كوكو ماذا قال شادي جيد قال له لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء بما أوصاه شادي جيد أوصاه قائلا اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك هل شكره كوكو ماذا قال له تذكر أحسنت أحسنت لقد شكر كوكو الطفلة شادي قال له ما ألتفك يا صديقي أين طار العصفور كوكو طار العصفور كوكو فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية ماذا شاهد كوكو على الأرض جيد شاهد سلحفات مقلوبة على ظهرها من ساعد كوكو على قلب السلحفات نعم إذن الإجابة هي ساعده رفاقه العصافير ماذا قالت السلحفات للعصافير شكرا يا أصدقائي لن أنسى هذه المساعدة التي قدمتمها لأبدا ننتقل بك عزيزي التلميذ عزيزي التلميذ إلى تعرف عناصر الحكاية العنصر الأول هو الشخصيات وهي الشخصيات التي ساهمت في أحداث الحكاية هي شادي العصفور رفاقه العصافير والسلحفات العنصر الثاني هو الزمان نسأل عنه ب أ تذكر معي إذن في يوم من أيامي الرابيع العنصر الثالث وهو أين حدثت أحداث الحكاية نعم فكر أحسن دن في أماكن متعددة وهي البستان البيت ثم الأرض العنصر الرابع وهو الأحداث وسلسدها حسب ورودها في الحكاية حسب تسلسلها الزمن الحالة الأول قيام شادي بنزهة وتجوله في بستان قرب البيت ثانيا سماع صوت واقترابه منه ثالثا مشاهدة عصفور ومساعدته رابعا شكر العصفور لصنيع شادي خامسا مساعدة العصفور ورفاقه بالسلحفات سادسا شكر السلحفات لصنيع شادي ورفاقه ننتقل بك عزيزي التنميذ إلى فقرة الوضعية الطورة الصورية أقدم النشرة الجوية التعليمة كالتالي أستمع للمديعة تقدم النشرة الجوية ثم أحاكيها لنستمع أولا ثم مع ذلك نردد وراءها غدا إن شاء الله سيظل التقس مستقرا غدا غدا إن شاء الله سيظل التقس مستقرا أعيد أعيدي جيد الحرارة معتدلة والسماء صافية الحرارة الحرارة معتدلة والسماء صافية أعيدي أعيد أحسنتم الرياح ضعيفة وأمواج البحر منخفضة الرياح ضعيفة وأمواج البحر منخفضة أعيدي أعيد أحسنتم رائع الآن ننتقل بك عزيز التلميذ عزيزة التلميذ إلى فهم الوضعية التواصلية كيف سيكون التقس غدا فكر في الإجابة أحسنت غدا إن شاء الله سيظل التقس مستقرا السؤال الموالي وكيف ستكون الحرارة فكر أحسنت الحرارة مرتدلة السؤال الثالث وكيف ستكون السماء رائع ستكون السماء صافية السؤال الأخير وماذا عن الرياح وأمواج البحر فكر أحسنت الرياح ضعيفة وأمواج البحر منخفضة سأقدم لكم ثلاثة عناصر تفاحة برميل محفظة المطلوب المطلوب منكم هو ملاحظة هذه العناصر وترتيبها من الأخف إلى الأثقل وزنا لتأكد من أجوبتكم سوف نستعمل الميزان في البداية سنقهرن بين وزني المحفظة والبرميل كما تلاحظون الكفث المائلة هي التي يوجد فيها البرميل كما أن اتجاه الإبرة يشير إلى الكفة الأثقل إذن نقول البرميل أثقل من المحفظة والمحفظة أخف من البرميل والآن سنقارن كتلتي التفاحة والبرميل في نظركم هنا من الأخف؟ أحسنتم نقول التفاحة أخف من البرميل أو البرميل أثقل من التفاحة وأخيرا سنقوم بمقارنة كتلتي المحفظة والتفاحة في نظركم هنا من الأخف؟ جيد نقول التفاحة أخف من المحفظة أو نقول المحفظة أثقل من التفاحة إذن بعد مقارنة هذه العناصر بواسطة الملاحظة وباستعمال الميزان نقول لترتيب هذه العناصر من الأخف إلى الأثقل تبين لنا أن التفاحة هي الأخف وزنا تليها المحفظة تليها البرميل نقول التفاحة أخف من المحفظة والمحفظة أخف من البرميل ولترتيبها من الأثقل إلى الأخف نجد أن البرميل أثقلهم وزنا تليه المحفظة تليها التفاحة نقول البرميل أثقل من المحفظة والمحفظة أثقل من التفاحة والآن تلامي للأعزاء سؤالي لكم في هذه الحالة من الأثقل ومن الأخف؟ لاحظوا جيدا كفة الميزان متساويتان واتجاه الإبرة يشير إلى الوسط أحسنتم نقول أن التفاحة لها نفس كتلة الكرة أو التفاحة والكرة لهما نفس الكتلة سنمر الآن إلى التمارين السؤال الأول يقول أرتب الفواكه من الأخف إلى الأثقل بكتابة الأعداد واحد اثنان ثلاثة في الخانات المناسبة قبل الإجابة على هذا السؤال لاحظوا جيدا وقارنوا بين كثل هذه الفواكه قم الآن بإيقاف الفيديو وحاول أن تجيب على السؤال الآن سنصحح التمارين بعد مقارنة كثل هذه الفواكه نلاحظ في الميزان الأول أن الموزة أخف من التفاحة وفي الميزان الثاني أن الموزة أخف من البرتقال إذن أخف هذه الفواكه هي الموزة نكتب رقم واحد الآن سنقارن كثل هذه الموزة والبرتقال نلاحظ في الميزان الثالث على اليسار أن التفاحة أخف من البرتقال إذن التفاحة هي التي تتبع الموزة نكتب رقم اثنان وأثقل هذه الفواكه هي فاكهة البرتقال رقم ثلاثة إذن نقرأ الآن الموزة أخف من التفاحة والتفاحة أخف من البرتقال أعيد الموزة أخف من التفاحة والتفاحة أخف من البرتقال نمر الآن إلى السؤال الثاني ألاحظ وأقارن ثم أكمل بكتابة أخف من أثقل من لهما نفس الكتلة لدينا أربعة عناصر هدية ممحات كرة تفاحة المطلوب منكم هو ملاحظة ومقارنة كثل أو أوزان هذه العناصر ثم ملء الفراغ بالعبارات التالية أخف من أثقل من لهما نفس الكتلة قم الآن بإيقاف الفيديو وحاول أن تجيب على السؤال نمر الآن إلى التصحيح لاحظوا مع الميزان الأول الكفة المائلة هي التي توجد فيه الهدية إذن نقول الهدية ماذا جيد أثقل من الممحات أو الممحات أخف من الهدية ثم نذهب إلى الميزان تاني لاحظوا معي كفثاء الميزان تساويتان اتجاه الإبرة إلى الوسط إذن ماذا سنقول في هذه الحالة الكرة لها نفس كتلة التفاحة أو التفاحة والكرة لهما نفس الكتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر